بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إخواني أهلا وسهلا بكم اليوم إن شاء الله رايحين نتكلم عن مادة وعشبة رائعة جدا لجسم الإنسان وهي الصمغ المر رايحين نتكلم عن الصمغ المر وفوائد الصمغ المر ومحاذير الصمغ المر وراحين نحكي عن الفرق بينه وبين اللبان الذكر بين الصمغ المر واللبان الذكر طبعا فيه فرق كبير وشاسع رايحين نتكلم عنه بداية الصمغ المر هو عبارة عن مادة تنتج من خدش سيقان نبات المر واسمها شجرة المر تقدش سيقانها وتستخرج من سيقانها هذه المادة اللي أمامكم وهي الصمغ المر هي عبارة عن مادة صمغية مائلة إلى اللون الذهبي وعند اتحادها مع الهواء تصبح يابسة تماما زي ما أنتم شايفين إخواني مادة يابسة تماما كذلك تعتبر مزيج من الصموغ والزيوت الطيارة ومن أهم مكونات هالمادة اللي أمامي هي الراتينغ والتي تتألف من مجموعة من الأحماض والخمائر تنتشر زراعة أشجار المر طبعا في عمان واليمن ودول شرق آسيا الفرق بينها وبين اللبان الذكر طبعا إخواني أمامي الآن اللبان الذكر زي ما أنتم شايفين هذا هو اللبان الذكر وعملت قبل هيك فيديو عنه وشرحت عنه عن فوائد ولا جسم الإنسان وأمامي الصمغ المر اللبان الذكر بيختلف اختلاف كله عن الصمغ المر من حيث الشكل واللون والتركيب حيث أن اللبان الذكر يكون غالبا لونه أبيض أو أصفر أو أحمر ويأتي على شكل كريستالات ممكن تكون شفافة أما الصمغ المر دائما يميل إلى اللون البني زي ما أنتم شايفين إخواني وليس شفاف أبدا الصمغ المر مش شفاف نهائيا وهو شديد المرارة ورائحته العطرية تختلف اختلاف كله عن اللبان الذكر اللبان الذكر طعمه مقبول ومستصاغ ورائحة عطرة ومميزة أما الصمغ المر فهو شديد المرارة عند وضع اللبان الذكر في الفم ومضغه يتحول إلى علكه لا يذوب في الفم بل يتحول إلى علكه وإلى لبان يستصاغ أكله أما الصمغ المر عند وضعه في الفم فيتكسر إلى قطع صغيرة ويتحول إلى بودرة ولا يتحول أبدا إلى اللبان أو إلى العلكة يتكسر ويتحول إلى بودرة في الفم يختلف اختلاف كله عن اللبان الذكر هذا هو الفرق بين الصمغ المر والليبان الذكر إخواني الصمغ المر طريقة استعماله ويشرب على الريق بوضع ملعقة منه في كاسة ماء تبقى من المساء حتى الصباح يصفى بقطعة قماش ويشرب على الريق ويجب علينا عدم الاكثار منه أو من استعماله يوميا الطريقة الثانية توضع ملعقتين في لتر ماء مغلي ثم يصفى ويأخذ منه ست ملاعق في اليوم على مدار اليوم هذه الطريقة الثانية لاستعمال الصمغ المر طبعا إخواني في كثير ناس بنزلوا فيديوهات ويحكوا عن الصمغ المر والليبان الذكر بكتب المرة أو اللبان المر وبين قسين بكتب اللبان الذكر وهذا خطأ شائع اللبان الذكر يختلف اختلاف كله عن الصمغ المر بالنسبة للقطع السوداء اللي بتكون في الصمغ المر يجب عدم استعمالها يجب عدم استعمالها لأنها تكون ضارة على جسم الإنسان يستعمل منها اللون البني واللون الذهبي فقط ونبتعد ونبتعد ابتعاد تام عن القطع السوداء من الصمغ المر كذلك بحب أنوه لشغله أنه الصمغ المر عنده نزوله من سيقان الشجر إذا نزل على الأرض فيجب عدم استعماله لأنه ممكن أنها تكون الأرض غنية بمادة الرصاص فيتحد الصمغ المر مع مادة الرصاص الموجودة في التربة ويصبح غير مفيد لجسم الإنسان فلا ينصح باستعماله ولا ينصح باستعمال اللون الأسود منه الآن إخواني سوف أستعرض أهم فوائد الصمغ المر وفي النهاية سأستعرض أهم محاذير وأضرار الصمغ المر طبعا الصمغ المر يرفع جهاز المناعة وذلك بوضع ملعقة من الصمغ المر في كاسة ماء كبيرة من المساء حتى الصباح يصف ويشرب على الريق وأنا بفضل استعمال الشاش في تصفية الصمغ المر لأنه يتكسر إلى قطع صغيرة مثل الزجاج فإذا تم شربه ونزوله في الحلق يمكن أن يعمل جروح في منطقة الحلق لأي شخص يشربه بدون ما يصفيه جيدا الفائد الثاني قاتل لروائح التعرق إذا خلط مع الشبه يمنع رائحة التعرق يستعمل خارجيا للجروح والحروق فهو مفيد جدا للجروح الخارجية والحروق بمسحه على المنطقة المصابة مفيد جدا لتنقية الأمعاء تعمل على حماية المعدة من الحموضة والتقرحات حيث يعمل الصمغ المر كطبقة واقية على قرحة المعدة تعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وترفع نسبة الكوليسترول النافع للجسم يوصف لحب الشباب حيث نستطيع طحن نصف فنجان من الصمغ المر ويضاف إليه قليل من الماء ويدهن الوجه ويفضل تركه لمدة ساعة كاملة على الوجه ويغسل بالماء البارد يستعمل مرتين في اليوم يستعمل مرتين في اليوم لحب الشباب لفوائده الكثيرة لحب الشباب طبعا إخواني أثبت الدراسات أن صمغ المر تعمل على خفض نسبة السكر في الدم حتى للأشخاص الأصحاء والأشخاص المصابين بمرض السكر عافنا الله وإياكم منه الصمغ المر يعزز عمل الدورة الدموية يعتبر أيضا طارد للبلغم ويعالج النزلات الشعبية قابض لعضلات الرحم ومزيل للروائح والالتهابات يعتبر الصمغ المر مضاب للأكسد والالتهابات مما يساعد أيضا على تعزيز جهاز المناعة هذه أهم فوائد الصمغ المر طبعا في فوائد كثيرة ما بنقدر نستعرضها في فيديو واحد لكثرة فوائد الصمغ المر إخواني الآن رايح أستعرض أيضا محذير الصمغ المر من محذير الصمغ المر يمكن أن يعمل على اضطرابات في الكلة ودقات القلب إذا استهلك بكميات كبيرة بعمل اضطرابات في دقات القلب إذا استهلك الصمغ المر بكميات كبيرة يمنع أخذه من قبل الحامل لأنه يعمل على تسريع الطمث ويعمل على انقباضات وتهيج في الرحم فيمنع أخذه من قبل الحامل يوجد محذير من استخدامه من قبل المرضى السكري لأنه خافض للسكر زي ما ذكرنا إخواني سابقا وخاصة الذين يأخذون أدوية السكر فهو خافض شديد للسكري يمنع استخدامه من قبل الأشخاص الذين عندهم ضغط منخفض فهذه من المحاذير اللي يجب عدم استعمال الصمغ المر في حالة أنه أي شخص عنده ضغط منخفض يمنع استخدامه من قبله هذه أهم فوائد ومحاذير الصمغ المر إن شاء الله إخواني بكون وصلت فكرة مفيدة عن الصمغ المر واستفدتوا منها الفيديو تابعوني على قناتي وإلى اللقاء